ترجمة نانسي قنقر تداعيته كثير على كل حال رح نجرب نحكي نفسر هذا الموضوع شو يعني التناقض بالتربية أسبابه وأكيد منعطي حلول بالآخر مجرد رانيا أول شيء في تناقض بين الأهل بين الأم والبي بيكون في تناقض بيجي نتيجة أوقات صراع بين الأم والبي بدون نشوفوا الولد كيف بيقدروا يستعطفوا الولد أما أوقات بيكونوا عم يقطعوا يمكن بطلق بدون كل واحد فريق كأنه بدون نجيبوا الولد لأله أوقات فيه أهل بيكون عم ينظروا الأهل الثاني هو الموجود على الأرض أكتر بالتربية بيصير فيه تناقض هذا بين الأم والبي يعني بيحكي عن أمور على الأرض ما بتتطبق ما بتتطبق وبدو يستعطف يمكن هالولد لأله فيه تاني تناقض منشوفه هو القلب يعني الأم والبي بيصيروا هن الولاد لأهن كأنه بيأخذوا دور الولاد والولاد بيأخذ دور الأهل هون كمانا بيصير فيه تناقض محل ما يصيروا هن السلطة بيصيروا هن اللي عم يطلبوا المسئولية والحب من أولادهم فيه عنا التناقض والاهتمام والسابورت والدعم يعني بيكون جخص يمكن ضغيف بمحل معين حدا من الأهل مية بالمية بيكونوا كمانا بيلعبوا دور هالضحية وبيصير الولاد هون بيحمل هالمسئولية إنه أنا اللي بدي أكون مسئول يعني هون فيه تناقض بالأدوار وبالهيكلية طبع العيلة فيه تناقض أوقات بالقيام بار اكزامبل المودال الأهل مثلا بيطلبوا من أولادهم نحن أخذ اكزامبل هلأ هم نسمعه أكتر شي ما تقعد كتير على التواصل الاجتماعي ما تفلوش كتير الأشياء الأنتيم بحياتنا اليومية وهن بيكونوا عم يتصرفوا بهذه الطريقة ما تعيط وهن بيكونوا عم بعايته ما تكون عدوانة ما تكذب وهن بيكونوا يعني هون بيكون فيه تناقض بالأشياء اللي عم تنقال المساج الرسائل والتربية والقيام اللي عم ينقلوها تناقض بالتربية وأكتر شغلة من شوفها وهي دقيقة جدا هي التناقض خلال التربية لح أعطي اكزامبل مثلا بيحط كتير سلطوانية وكتير بيكون قاسة مع ولاده وبيسمح مثلا بأمبيانس فيه سفاح القربة بقلب البيت يعني قلبة السلطة بتصير بالأكزامبل المسموح كل شي جوا حلال جوا وبره ممنوع مع أنه الشخص الولد المراهق الريشد بيقدر يحب ويرغب الشخص برات البيت وما بيقدر في قلبي لمعايير السلطة معايير القانون أما مثلا حتى مخدرات دكتور يعني ياما منشوف بقلب بيت معين مسموح ممكن سيجارة تحشيش أو أي نوع من المخدر كأنه هيدا عائلة هيك مركبة بشكل أنه الممنوع رواء ممنوع مسموح شفتي كيف صارت القلبي يعني كبر هالولد صار هو قدام ما عم بيقدر شو معناتها مسموح شو معناتها ممنوع نقلبت المعايير كمانا لحيخد اجزامبل مثلا أم كتير بتحب هالولد كتير بتحضن الولد وفجأة نيمكن تقطع بإكتئاب بتهمل كتير الولد يعني هالولد بيصير ما عم بيعرف هو لازم كيف الأشياء العاطفية بتصير وهون في كمانا بالتربية قلبة المشاعر يعني منشوف أشخاص كقالية دفاعية وقتها بيكون شي كتير بيبكي بيتحكوا وقتها بيكونوا عم بيخبروا على شي كتير بيقلمهم البيب تكون المشاعر أو بيبينوا يمكن أنه هن كيرلس بيبينوا أنه ما عندهم اهدمام ما عندهم مشاعر كتير لس بتخبوا وراء عدم الشعور مضبوط أما بيبنجوا المشاعر طبعا بس هون أنا عم بحكي رانيا على إشي أوقات من وراء هالتناقض يعني أنت زعلين بس ممنوع أنك تبكي بدك تضلك مبين أنك مبسوط يعني هون بيصير بس أنا هيدا الشعور أن زعلين بيترجم بالبكي أما بإني أحكي عن زعلة كأنه لازم أنه لأ العكس تماما كل شيء ماشي الحال هون كمانا منشوف فيه تناقض بي نقلة المشاعر بس تير اللي عم نحكي عنه اليوم يعني يمكن أكتر من أنه طبيعي يعني أنه اليوم مواضيع هذه ما بتصير عند الناس اللي ما بعانوا من ولا أي مشكلة كأنه هون عم نحكي عن أشخاص بعانوا من مشاكل نفسية وحتى اضطرابات يعني بين المود سوينجز أنا أنا ما بقدر شخص بس نحنا نسمع يعني قد يمكن يكون نوع من الاضطرابات المزاجية مزاجية فيها تكون أو قات رامية أو تربية معينة نجا من بيئة مختلفة يمكن في ناس بيجون المبيئة المخدرات المحللة العليقات الجنسية الغريبة المحللة يعني بس هيدا شي طبيعي يعني 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 عم نحكي عنه المواضيع كبيرة مش أنه عم نحكي عن موضوع أنه أم آلة ما تظهر والبيئة البلدهار يعني يعني ما غنها الأد بسيطة على الأصص اليوم يعني عم نحكي عنه مش دايما بتصير بس أوقات في ظروف رانية الظرف ممكن يعطي هيدا التناقض كله لحقلك شو هو الظروف مثلا بيكونوا كتير هالولاد عايشين بغنى المصار كتير موجودة وفجأة ظرف صار فيه إفليس بطل يمكن معهم قصة المدرسة يعني يعيش هيدا الولد ما عم بيفهم بقى الاستقرار المصار وهون مثل ما عم بتقول ادي هال الأنا طبعا الأهل هي قوي بيتحمل وبيقدر عنده استقرار بيقدر يتخطى تيساعد الولد إنه يكون عنده استقرار قطر معنات عم نحكي عن أسباب داخلية طبية بركة وأسباب خارجية بسبب ظروف معينة ما رأنا فيها بس على جميع الحالات هيدا موضوع غير سليم أول شيء مثل ما قلتلك إنه في مفاهيم اللي بتترسق مثلا للسلطة هي صار في عدم وضوح شو يعني سلطة يعني وقت الشخص بده يعرف بيصير منه بيعرف شو الممنوع وشو المسموع المشاعر بتصير منه واضحة بقى عند الشخص ما فيها التوازن العاطفة والاستقرار أوقات بيصير في عنا فوبيا اجتماعية يعني ما بيعرف هالولد أي متى الإشياء بتتغير فبيتجنب الآخر بكل لحظة ممكن في سلام وفجأة في مشكل في استقرار وفجأة ما بيعرف أي متى بيجي القيم بتكون مكشرة أما مكتئبة أما البي بحط أوانين على ذوقه بتناسب يمكن الأوانين اللي هي بطلت اسمه أوانين كمان حسب هو حسب هو كيف عم بيعيش السلطة حسب يمكن مصالحه بالسلطة يعني وقتا أخذنا إجزامبل التواصل الاجتماعي يعني ما بنعرف إدي الأهل بيقدروا يفرضوا هيدا الاشياء على الولد أما لأ وهون كمانا بدي أعطي على نقطة إدي أوقات باسم الاستقلالية بس هو بيكون اسمه إهمان يعني هالأهل عد قد ما بدك على يمكن السوشال ميديا أما أنت بتقدر تقرر لوحدك أنا بعطي الاستقلالية لأبني أما لأهل المراهق بس هي اسمها استقلالية هي ممكن جدا اسمها إهمال لأنه الأهل ما قلوا جليد بقى أنه يهتموا ويحضنوا هو الإهمال يعني مشكلة كمان يعني الإهمال بفتكر بيتصنف من أنواع التعنيف بمحلات التعنيف البسيكولوجي يعني هو وهون ما اسموا بقى استقلالية ما اسمهم أهل كول بدنا نعرف مظبوط شو اسمهم اسمهم التناقض اسمهم أهل ما عم بيقدروا أنه يربوا ويعطوا وقت للتربية دكتور على المدى الطويل يعني اليوم عم نحكي أنه عن ولد يمكن بيصير ما عنده كتير سقة بنقذ كل الوقت عتلين هام بفضل يتفادى يعني متل واحد بيقول بتفادى الشر يعني ما بد تيرفوت ولمع أهلي ولمع غيرهم يعني حيمة حاله بهذا هيك البعد نوعا ما على المدى الطويل شو بيصير وهل ممكن يتعالج هيدا الموضوع افترضنا الأهل ما رح يتغيروا الولد شو بده يصير فيه هلأ هيك إذا بشوف شوية يعني بالعيادة شو بنشوف على المدى الطويل عنا مثلا عصاب الأبعضون الإهمال أما التخلي يعني دايما إذا فات بعلاقة عاطفية يمكن بكل لحظة يبطل يحبني هالشخص الثاني كتير لا حيحبني بس فجأة لا حيبطل يعني معلقة الموضوع بالحب بالأشياء العاطفية معلقة مثل ما قلتلك دجا بالأشياء السلطة والأوانين ما بيقدر يعرف مظبوط شو الأشياء المظبوطة على الأد والأشياء المش مظبوطة بيصير في قلبي للحماية كمانا ولا هيدا الإحساس دايما بعدم الاستقرار عدم التوازن العاطفة هون من منشوف قد الأهل بيكونوا مثل ما بيقولوا كوكي دوف منسميهم هؤذي الأهل إشرة البيضة كأنه يعني كأنه الولاد بدون يمشوا على بيض ما بيعرفوا شو نطرهم من الأهل كيف بيقدروا بمزاجيتهم إنه يفصلوا يغيروا هالأفكار مشاعر تصرف وهون الولاد دايما بترقب دايما بانتظار دايما بالانتغي فيزيب ما نعرف بكل لحظة فيه هدوء وفجأة فيه غضب فيه حب كتير وحضن كتير فجأة فيه إهمال أم مكتئبة نايمة كل الوقت دكتور هل ممكن يشكل اضطرابات عند الولاد يعني اضطرابات بما أنه عم نحكي عن انفصامات عن فصام عن عصاب عن فوبيا معينة أو اضطراب معينة يعني معقول يسيبوا هالأضطرابات المزاجية هو بيقدر يقطع بهيدي هالتناقض يعني هو بس بطير سؤالي اللي حب كتير أخذ عنه جواب يلي هو هل هيدا اضطراب أو هيدا كيس عادي عند الأم أو عند الولاد لذا بعدين صار لا هيدا اضطرابات يعني عم نحكي اليوم سايكايتش طبعا يعني نحنا ما عم نقول انه بالحياة اليومية منشوفها كتير هيدا عند الأهل هودا مش غالبا ما نشوف بالتربية هيك اشياء أنا بتمره أوقات أكيدنا كل الناس يعني مظبوط ناجة من وراء اضطراب عند الأم هل هالإضطراب بينقل على الولاد طبعا أدي احتمالاته عنا كتير امكانية مثل ما كل شي بينقل العوارض الأليات الدفاعية سيدا شي جيني أو شي بيكتسبوا الولد بالإسقاط التمثلي البروجيكت إدانتيفكاش وبروجيكتير يعني ممكن يتحسن طبعا إذا أخذ حسب ضايا إذا الأهل كانوا كل الوقت بقليل تربيتهم هيك إذا كانوا الأهل الأم والبي هيك يعني ما عنده بقى موديل حدا مستقر عنده دقيقة شو الحلول الحلول إنه الأهل لازم يكون عندهم النضوج الاستقرار إذا حدا يقطع بإضطراب التاني ما يكون عنده إضطراب بس لازم يتعالج طبعا لازم يتعالج وليزم يشتغل على حال وقد ما فيه كان بخلال الدواء أما خلال الإشياء النفسية تما ينقل هذه الإشياء للولد اللي بتحطه كمان بإضطراب وعاطفة وبي استقرار كمان عاطفة دكتور أليل الحسيني عصاف دكتور بيع النفس أستاذ جمعي شكرا كثير لألك هذا كان موضوعنا بفاميلي رح ناخد وقفة ومن بعدها منتابع مع بقى فقراتنا ترجمة نانسي قنقر